السلام عليكم معكم احمد حتاحد بالفيديو اليوم هنتكلم عن خصائص table table هاد لي صنعنا الدرس الماضي هنتكلم عن خصائصه او اهم خصائصه فوقف ضمن table اول شي لما وقف فيه بيصلي tab design للتعديل عليه شو اني ممكن نساوي اول شي نجي لهون الخيارات انا عندي هاد الفلتر ما بديه فممكن email check صح من هون ممكن اعمل header row ممكن نحطه ايمو وحطه شو بساوي لما ايمو وحطه بس انه ما بديه يظهر حطه ايميل فلتر في عندي شي اسمه total row هاد total row يعطيني سطر هاد السطر ما دخله ببيانات الجدول وانما اسمه total row هاد السطر مهمته الاساسية يطلع للتوتل او ممكن وقف بخيار يعطيني خيارات تانية مثل average count max من اللي بديه حاليا الافتراضي هو sum فممكن الكمية اعمل مو اعمل average قداش الكمية تبعي اعمل average للسعر تبعي بعدين في عندي شي اسمه banded rows هاي الbanded rows يعني عندي هون الاسطر سطر ملون سطر لا سطر ملون سطر لا يعني تسهيل للرؤية فممكن نحط الخيار ممكن ايمو في خيار تاني هو first column first column هاد انه يصير تبع الارقام ملون لون خاص كيف ممكن نتلوي اللون خاص بما اني انا واقف هون كي عندي ضمن هذا التاب ستايلات للجدول الاساسية من excel طبعا فيني عدل انا عليه شو ما بدي ضمن تاب هون اختار شو ما بدي اعدادات بس انا حاليا هختار من الستايلات الاساسية بطلع عليها بلاقي total row بلاقي عفوان first column بلاقي صار عندي هون اشكال هاي الاشكال ممكن استخدمعنا بلاحظات السطر ما كعم تغير اثناء تعليبي الى formatting لانه انا حاط له لون من عندي فيني روح له ما بدي لون فبرجع لون الاساسي لجدول نرجع على tab design بقول له ما بدي first column رجع نظامي بدي banded rows هيك اسهل للرؤية يعني بعدين في عندي شي اسمه table name حط name للتابل طبعي شو بستفيد منه؟ بستفيد منه تكون واقف عم بكتب معادلة بلاحظ انه التابل طبعي بيظهر اسمه ضمن قائمة المعادلات صار فيني استخدمه ضمن المعادلات وهذا الشي بيعطيني افضلية كبيرة بدل المعادلات هنتكلم عليها ان شاء الله بدل السلاحق ارجع على tab design بلاحظ لما اني انزل لتحت بلاقي تغير اسماء الاعمدة طبعي لأسماء اعمدة الجدول فهذا الشي بيخليني ممكن مرة اطلع لفوق او اعمل freeze bands الشي بيخلي ديناميكية بالحركة اكتر بعدين على tab design في شي اسمه عندي insert slicer لما اضغط عليه بصير في عندي مبدأ الفلتر السريع كيف يعني مثلا انا بدي فلتر البيانات عندي حسب المنتج اللي هي البيان بضغط اوكي بلاقي يظهر لي slicer صغير هذا السليسر لما اضغط على منتج واحد بيتفلتر تلقائيا البيانات على منتج واحد منتج ثلاثة 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 واربعة مع بعض وخمسة اثناء ضغط control بيظهروا لي اكس للفلتر فصار عندي ديناميكية فضيعة بإدخال البيانات ورؤيته طبعا السليسر له اعداداته الخاصة سواء كاسم كشكل او كمكان مثل اي شاب ممكن ايدخله بالاكسل تبعي وهم بتحكم بعض الاصطور تبعه هيا اهم اعدادات السليسر هعمل له delete برجع على table تبعي ضمن table في ميزات كمان جيدة جميلة انه انا ممكن اعمل remove duplicate كيف يعني شوف شوفي duplicate هون اذا ال data تبعي ما بتحتمل يكون في duplicate بقل له remove duplicate بيلي بدك شوف وين ما كان duplicate ولا بدك تحدد عمود معين بقل له لا بدي احدد عمود معين هو عمود code بقل له اوكي بيلي 2 duplicate found ورأسا نأمل للصطور طبعا رجع على table تبعي كأنه ما في تكرارات ابدا هذا شيء من استخدامه ضمن ال data base الكبيره اللي ما لازم ابدا غير مسمح في التكرار هاي كانت اهم ميزات table بتمنى يكون درس مفهوم وسرس ان شاء الله كان معكم احمد حتاحت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر